قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن أبرز النقاط التي تعمل عليها المملكة جذبوا أربعة ملايين ونصف المليون سائح بحلول عام 2023 وأكد أنه يجري العمل حالياً على إعداد حملات لترويج المنتج السياحي الأردني الديني والعلاجي والثقافي وسياحة المغامرات عبر مكاتب السياحة والسفر العالمية وأضاف أن الأسواق المستهدفة في حملات الترويج هي دول الخليج العربي ودول أوروبا الرئيسية وأمريكا وكندا والصين والهند وأشار عربيات إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تسهيل قدوم السياحي من هذه الأسواق إلى المملكة دون تأشيرة